حملتُ جنازة عقلي معي وجئتُك في عاشقٍ لا يعي أحسُّك ميزان ما أدَّعيه إذا كان في الله ما أدَّعيه أقيسُ بحُبِّك حجمَ اليقين فحُبُّك فيما أرى مرجعي خلعتُ الأساطير عني سوى أساطير عشقك لم أخلعي وغُسْتُ بجرحك حيث الشموس تهرُّل في ذلك المطلع وحيثُ المُثلَّثُ شقَّ الطريق أمامي إلى العالم الأرفعي وعلمني أن عشق الحُسينِ انكشافٌ على شفرة الأرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أحسُّك في عشقُ ممن يعي وجئتُك في نشوةٍ لا عقول أجرُّ جنازةَ عقلي معي أتيتُك أفتُلُ حبلَ السُؤالِ متى ضمَّك العشقُ في أضلُعي عرفتُك في الطلق جسرَ العبور من الرَّحْمِ للعالمِ الأوسعِي ووالدتي بك تحدُّ المخاضَ على هودَجِ الألمِ المُمتعِي وقد سِرتَ بي للهوى قبلَ ما يسيرُ بي للجوعِ المُرضعِي وقد سِرتَ بي للهوى قبلَ ما يسيرُ بي الجوعُ للمُرضعِي لمستُكَ في المهدِ دفءَ الحنان على ثوبِ أمِّيَ والملفعِي وفي الرَّضعةِ البكرِ أنتَ الذي تقاطَرتَ في اللبنِ المُوجَعِي وقبلَ الرِّضاعةِ قبلَ الحليبِ تقاطَرَ اسمُكَ في مسمعِي فأشرَقتَ في جوهَري صاطِعًا بما شعَّ من سرِّكَ المُودعِي بكيتُكَ حتى غسَلتُ القِمَاطَ على ضِفَّةِ جُرْحِكَ المُشرَعِي وما كنتُ أبكيكَ لو لم تكن دماؤُكَ قد أيقَضَتْ أدمُعِي كبرتُ أناه والبُكاءُ الصغيرُ يكبرُ عبرَ الليالي معي ولم يبقَ في حجمِ ذاكَ البُكاءُ مصبٌ يلوذُ به منبعي أنا دمعةٌ عمرُه أربعونَ جحيماً من الألم المُترعي هنا في دمي بدأت كربلاءُ وتمَّت إلى آخرِ المصرعي كأنَّكَ يَوْمَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ عَبَرْتَ الطَّرِيقَ على أضلُعِي وَيَوْمَا حَنَى بِكَ مَتْنُ الْجَوَادِي سَقَدْتَ وَلَكِنْ عَلَى أَذْرُعِي وَيَوْمَ تَوَزَّعَتَ بَيْنَ الرِّمَاحِي جَمَعْتُكَ فِي قَلْبِيَ الْمُولَعِي وَيَوْمَ تَوَزَّعْتَ بَيْنَ الرِّمَاحِي جَمَعْتُكَ فِي قَلْبِيَ الْمُولَعِي انت الهوى لا تنفسك يا العايشي بانفاسي هذا القلوب مثل الصخار لو ما تشنيت بإحساسي انت الهوى لا تنفسك يا العايشي بانفاسي هذا القلوب مثل الصخار لو ما تشنيت بإحساسي يا مالك ركش دال على بابك وتعود خدي بسهوفة بترابك انا العايش وسط صحراء ميتك حسين فحط فالي بسحار يا مالك ركش دال على بابك وتعود خدي بسهوفة بترابك انا العايش وسط صحراء ميتك حسين تعطف عليك سحار يا حبيبي يا حسين دور عيني يا حسين دور عيني يا حسين يا حسين دور عيني 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 يا حيني يا ثليني أبكيت بلي تريد أن تدلل وانت تام يا أبو الأكبر أنا بكل لحظة حاضر تريد في مجلسك أفرش لك الصمار لو أنرا يدننا على المنام بلي تريد أن تدلل وانت تام يا أبو الأكبر أنا بكل لحظة حاضر تريد في مجلسك أفرش لك الصمار لو أنرا يدننا على المنام يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين نور عيني يا حسين يوم الحشر يا سيدي مشبوحة صوبك عيني بشوق تظور لما تجي وتلزمني مني مني بسم الله بدأنا العزاء ولن ينتهي حتى ظهور القائم من آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام حياكم الله أحبتنا مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم وها نحن وإياكم ننتقل من محور إلى آخر عبر تغطياتنا المستمرة لقناتكم قناة كربلاء الفضائية وشيئا فشيئا لكي نوصل لكم هذه الأعداد المليونية المتوجهة إلى كربلاء العشق والإباء إلى كربلاء الحسين وأخيه أبي الفضل عبا سلام الله عليهما ونحن ما زلنا وإياكم في هذا اليوم يوم الجمعة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرسيده مولا ساحب العصر والزمان اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وأن ترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة محورنا في هذا اليوم كلامنا حديثنا حول من فاتته زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه وعظمت هذه الزيارة ومكانت هذه الزيارة وما يحصل عليه الزائر والخادم للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام للوصول إلى كربلاء المقدسة واحدة من أحاديث أهل البيت إذا أراد لي المخرج أن أقف عندها في بداية لهذه التغطية سأقف عندها بدقائق قليلة في أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من زار الحسين كمن زار الله في عرشه انظروا لهذا الكلام هناك ذيل لتلك الرواية ومن زار أحد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام زيارتك للإمام علي عليه السلام زيارتك للإمام الرضا زيارتك لأهل البيت بأجمعهم ماذا يعني في روايات أهل البيت كمن زار النبي صلى الله عليه وآله انظر إلى الخصوصية الإمام الحسين من يزوره كمن زار الله في عرشه بينما بقيت أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كمن زار قبر النبي محمد صلى الله عليه وآله أي عظمت لزائر الإمام الحسين لو عرف الزائر ما لفضل زيارة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لأتوه حبياً أو حبواً على الأقدام إلى كربلاء المقدسة ليصلوا إلى الإمام الحسين ويحصلوا على ذلك الأجر والثواب لكن من لم يستطع المجيء إلى كربلاء المقدسة وكما نوهنا في صبيحة هذا اليوم ربما تختلف الأسباب بين شخص وآخر بين إنسان وآخر من هو داخل العراق وخارج العراق ولكن ماذا يحتاج الإنسان يحتاج إلى جانب من التوفيق يحتاج إلى جانب من السداد يحتاج إلى جانب من الهداية للوصول إلى الإمام الحسين سلام الله عليه أقول بكلمة قصيرة جدا نظرتم إلى المغريات والفتن نظرتم إلى أطلاق الشبهات نظرتم إلى ما قد افتعلوه وفعلوه وصوروه لحالات فردية سلبية حتى يوقفوا هذا السيل الجارف إلى كربلاء وقف السيل تأثرنا بذلك تناقصت الأعداد والله يوم أمس ليلا قد تعودنا في محافظة النجف الأشرف بأننا نغلق المواكب المؤدية إلى كربلاء المقدسة ليلة 17 والكل يتوجه أهالي النجف إلى كربلاء المقدسة لكي يكونوا من زوار الإمام الحسين ولكن بسبب الأعداد المليونية الغفيرة المتجهة من كل حدب وصوب والذين ينزلون وما زالوا لحد هذه اللحظة في مطار النجف الأشرف الدولي لم تغلق المواكب أبوابها أمام الزائر الكريم بل كانت أعداد غفيرة متوجهة إلى كربلاء المقدسة يتصور المقابل أنه يتلاعب بنفوس الآخرين لا يستطيع ذلك رغم أن أقولها بملء فمي أن هناك عتب كبير على الإعلام والفضائيات الإعلامية والعالمية في نفس الوقت وأنها تغطي بعض المهرجانات التافهة البسيطة والذي يجتمع فيها بعض من الحشوت ويوصلوها إلى العالم ويخلقون منها فكرة ويؤسسون لها وبرامج تحليلية وهذه الزيارة المليونية نجد لها سبات في الإعلام العالمي لا يسلطون الأضواء ورغم ذلك الحسين باق إلى يوم القيامة هذا هو إسلامنا وهذه عقيدتنا نحن نؤمن بأن إسلامنا محمدي الوجود علوي الاستقام حسيني البقاء إلى ظهور القائم من آل محمد عند ذلك وفي دولته المباركة العادلة سيستتب الأمن والأمان ليمسح على رؤوس الناس فتتكامل العقول ثم يظهر قبر الزهراء فاطمة سلام الله عليها هنيئاً لمن يعيش تلك اللحظات ونزر ثم بعد ذلك إلى العتبة الفاطمية سلام الله عليها ثم نزر بعد ذلك إلى العتبة الحسنية سلام الله عليها ونأقف الآن بالقرب من مدينة الإمام الحسن المشتبى للزائرين هذه المدن التي امتلأت بالأعداد الغفيرة للزائرين الكرام المتوجهين إلى كربلاء المقدسة الجهود التي تقدم الخدمات التي يؤسس لها سنة بعد سنة كفيلة بأن تحيي هذه المناسبة العظيمة أقولها وأرجع كرر هذه المفردة لو اجتمعت الجهود لدول عظمى على أن تؤسس وتثبت لمثل هكذا زيارة مليونية لا يمكن لهم أن يغطوا أتعابها هذه الزيارة تسير بألطاف إلهية بكرامات حسينية ربما يتصور المقابل أنني أهول من منظر هذا الجمع الغفير المتوجه إلى كربلاء والله أقولها وكلماتي قاصرة عن وصف هذا الشعور الذي أشعر به فيها المناطق المؤدية إلى كربلاء المقدسة في هذه الشوارع قصص قائمة بحد ذاتها لكي تبين إلى العالم أجمع أن حسيننا باق إلى نهاية أعمارنا بل إلى نهاية الدنيا إلى أن يقيم الله سبحانه وتعالى مجلس عزائل له في يوم القيامة هنيئاً لذلك الزائر الذي جد المسير وحصل على الجزاء والثواب الكبير إنك أيها الزائر أمير بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى هنيئاً أيضاً للخدام الذين ساهموا وقدموا وأعطوا وأغدقوا وأنفقوا كل ما عندهم حتى يعطون ولو جزءاً قليلاً من فضل وبركات الإمام الحسين سلام الله عليهم أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لنا ولكم من جلس خلف الشاشة ولم يستطع المجيء إلى كربلاء المقدسة نحن بالنيابة عنكم سرنا خطوات وإن شاء الله إن كتب لنا الله عز وجل عمراً طويلاً بالوصول إلى كربلاء المقدسة إلى مرقد الإمام الحسين كلكم ولن أستثني منكم أحداً طالما في قلوبكم شوق للوصول إلى كربلاء المقدسة سنزر عنكم بالنيابة وقبل كل شيء نهدي ثواب ما عملناه إلى السيدي ومولاي صاحب العصر والزمان الحجة القائم المهدي المنتظر مولاي نتمنى أننا لم نقصر معكم ونتمنى أن نكون الناطقين بصوتكم والصادحين بإعلامكم وأن تكون هذه القناة قناة كربلاء الفضائية إن شاء الله الباث لعلومكم ومعارفكم دائماً وأبداً بل الناطق بيوم ظهوركم وأن نكون معكم وفي ركبكم هنيئاً لمن ركب هذه السفينة الكبيرة العظيمة سفينة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى سفينة الحسين أوسع وفي لجج البحار أسرع هذا ما يعتقده الزائر والمتوجه إلى كربلاء الإمام الحسين سلام الله عليه أثقلت عليكم بالكلام أعتذر لكم دعوني أن تقل لكم الآن بكلام صوري بلقطات تحبس الأنفاس لكي توصل إليكم إن شاء الله ما لم أستطع أن أوصله لكم أطلاقاً أنا ينبغي لي أن أستشير المخرج قبل أن أنتقل كم لدي من الوقت جيد إلى أين أنتقل تمام إذن سأنتقل بكم أحبتنا المشاهدين إلى مدينة الإمام الحسين العصرية سلام الله عليه من مدينة الإمام الحسن المشتبى ومن هناك سنستمع إلى صور أخرى وإلى كلمات أخرى وإلى دروس وعبر أخرى وإن شاء الله كلها تصب في حفظ وكرامة الإنسان هنيئاً لزائر الحسين فسلام من الله عليكم جميعاً أحبتنا المشاهدين ورحمة منه وبركاته